اهلا بكم في حسة مغاربية البداية من المغرب حيث اختتم البرلمان المغربي بغرفتين مجلس النواب ومجلس المستشارين الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولايات التشريعية الحادية عشرة رئيس مجلس النواب رشيد التالبي العالمي قال ان المجلس حرص على جعل محتوى اعماله متفاعلا مع التطورات الوطنية والدولية ومع تطلعات المجتمع المغربي في المقابل انتقد الفريق الاشتراكي المعارض اصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الاجابي مع المبادرات التشريعية والرقبية والغياب غير المبرر للعديد من اعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية البرلمان المغربي بغرفتيه يختتم اشغال السنة التشريعية الثانية في الولايات الحالية على اقاع التباين في تقييم الحصيلة حصيلة تعد ايجابية على مستوى مجلس المستشارين بحسب رئيسه على الصعيدين التشريعي والرقابي تتمنا دورة تبريل 2023 واعتقد بانها دورة كانت مهمة من ناحية اولا عمل تشريعين مصدقة على 2023 مشروع قانون مهم جدا وقوانين مهمة جدا سواء لامر متعلق بالقوانين ذات طبيعة الاقتصادية والاجتماعية او متعلقة بالقضاء والحريات العامة كانت ايضا مراقبة السياسات العمومية عبر موضوع التعليم والتكوين على المستوى كذلك الدبلوماسية البرلمانية عاملنا جاهدين على المزيد من تكريس رؤى صاحب الجلالة فيما يخص القضايا الكبرى المغربية أساسا قضية الصحراء المغربية ذات الارتياح تعبر عنه فرق الأغلبية بمجلس النواب في الوقت الذي تنتقد فيه كتل المعارضة بنفس الغرفة تعاطي الحكومة مع مبادراتها التشريعية وفشلها في عدد من البلفات بحسب وصفها تقدمت الحكومة حاليا تقوم بـ 54 مقترح قانون الحكومة رفضت التجاوب مع كل مقترحات القوانين وبالتالي هذا ضرب من ضروب الحق الدستوري لكن لأسف تجهلت الحكومة وبالتالي حاولت أمكان تعتمد فقط على مشاريع القوانين لأصل دبلة 62 مشروع قانون التي تم المصدق عليه أمر تنفيه السلطة التنفيذية تكمن أهمية هذه الدورة تكمن أهمية هذه الدورة في أن الدورة التي صادقة فيها البرلمان على واحد خمسة دي القوانين مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي تتعلق بإصلاح قطاع الصحة الحكومة تفاعلت إيجابا مع مختلف الملتمسات أو لمختلف طلبات دي المتول الحكومة في البرلمان لمناقشة بعض القضايا اللي عرفناها طبعات النقاش العمومي في الشهر الماضية وفي طالعتها طبعا تضخم وارتفاع الأسعار نهاية سنة وبداية أخرى في جمعة الثانية من أكتوبر المقبل تستهل بمناقشة مشروع موازنة العام المقبل وقد تشهد بحسب المراقبين دخول مشروع القانون الجنائي مرحلة النقاش التشريعي قانون جديد من شأنه أن يثير الجدل بين مؤيد ومعارض لمضامنه بالكيف لا بالكم يعلق المراقبون على أداء المؤسسة التشريعية المنطبها الاستجابة لنبض الشارع وصوت المواطن والمساهمة في استعادة ثقته في العمل الحزبي والسياسي فضع مرابطي قناة الغد الرباط نرحب بضيفانا من الرباط معنا الأستاذ عبدالقادر الكحل عضو مجلس المستشارين عن حزب الاستقلال وأيضا نرحب من تانجا بضيفنا الأستاذ عبدالقادر الطاهر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضيفانا أهلا بكم معنا على شجرة الغد في حسة مغاربية أبدأ من الرباط معك أستاذ عبدالقادر أستاذ عبدالقادر يعني القول أن هذه حصيلة المجلس كانت إيجابية على مدى اعتمدتم لإصدار حكم مماثل هذا في البداية وإلى أي مدى كانت إيجابية مقارنة مع الدورات التشريعية السابقة والآن هذه دورات تشريعية كانت إيجابية على مستويين كم من وكيفا؟ مثلا في مجلس المستشارين تمت المصادقة على 23 مشروع قالوا الحكومة تجاوبت مع كل الاقتراحات والتعديلات سواء من المعارضة أو من الأغلبية من أجل تجويدي هذه النصوص وبالتالي هذه النصوص همت مجالات متعددة في مقدمتها التنزيل منظومة الحماية الاجتماعية وقوانين تهم الصحة وتهم مجالات ترتبط بيوم المواطن إضافة إلى مشاريع تهم العذل المعهد للقضاء بالإضافة للقضايا الجوهرية متعددة التي همت هذه الدورة على المستوى التشريعي كذلك على المستوى الرقابي تقريبا 20 قطاع كان ماثلا أمام مجلس المستشارين في هذه الدورة حوالي 445 سؤال شفاوي بين آني وسؤال عادي تجاوبت الحكومة مع تقريبا أكثر من 227 سؤال بالإضافة للطلبات التي تقدمت بها الفرق لأخذ الكلمة في نهاية الجلسات الشفاوية وبالتالي فعندما نتحدث عن الحصيلة الحصيلة في تناغم مع البرنامج الحكومي والتوجه تشريعي للحكومة الشيء الذي جعل أن هذه الدورة كانت دورة غنية إضافة إلى اجتماعات الليجان أكثر من 27 لجناب في أكثر من أو قرابة 70 ساعة من العمل داخل مجلس المستشارين نفس الأمر كان داخل مجلس النواب وبالتالي الحصيلة يمكن أن نقيمها بالمقارنة مع دورات شريعية وكذلك مقارنة مع المنتوج التشريعي لتجاوب مع إرادة الفاعل البرلماني طيب تفضل بقائي مع أن تقل أستاذ عبدالقادر التهر أستاذ عبدالقادر هل أنتم أيضا توافقون على حصيلة هذه المجلس على أنها كانت إيجابية بالمقارنة مع الدورات السابقة هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا يؤخذ على المعارضة المغربية أنها ليست على قلب رجل واحد في إحداث تحالف قوي يواجه تحالف الأغلبية شكرا سيدتي مساء الخير نتمنى في المعارضة الاتحادية نعرف عن قناقنا الشديد بانتداد منطق لهيمانا السياسية لكي يشمل حياة البرلمانية في تعارض تام عن تضايير الدستورية المتعلقة بأدوار البرلمان في المشهد السياسي وحماية التوازن السياسي وتعكبية سياسية وتقوية دور المعارضة وهذا اللي كنا عبرنا عليه في نشأة الحكومة وسميناه التغول ديال الأغلبية لأن هذا التغول العددي ديال الأغلبية كان من شأنه باش يقلص من دور ويعطيه حدا هيمناء ديال الأغلبية العددية في البرلمان وفضل الإطار كانت شجلوا مع الأسف استمارة مجموعة من الاختلالات لطبعات سلوك السلطة الفينية وعلاقتها مع السلطة الشرعية ونجزوا هذه الاختلالات فيما يلي إصرار الحكومة عدم تفعل التجاوم مع المبادرات الشرعية والعقامية الغياب والغير المبادر العديد من أعداء الحكومة الجلسة للإستيلاء الشفعوية يجب أن يكون مرة في الشهر يعني كل وزير أو الوزيرة يجب أن يحضر البرلمان مرة في الشهر عدم إجابة الحكومة العديد من أسئلة الكتابية مثلاً نحن بالفريق الشراكي قدمنا أكثر من 1761 سؤال كتابي لما تلاقينا منه تقريباً حتى 39% من الأجوبة تقع عصر مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة من طرح القوانين تعطي الاجتماعات دي الندوة الرؤساء تبقى للباب السعود من النظام الداخلي للنواب التسرع الغير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على الليجان الدائمة في خرق واضح للمواد 181 و 182 من النظام الداخلي وقد كانت هذه الاختلالات موضوع عدة مؤاخدات واستنكار المعارضة الاتحادية بكل وسائل دستورية من نقاط نظام وأسلالة شفوية وكتابي وفراء آخرين نحن كان نشجلو أن هذا التغول العددي سوف يقضي على الممارسة هذا ما تشتكين منه المعارضة أستاذ الطاهر ولكن ماذا عنكم أنتم كمعارضة البعض يتحدد على أن هناك اختلاف في السياسات الأيديولوجية بين أعضاء المعارضة فلهذا هي ليست على قلب رجل واحد كما هو الحال بالنسبة للأغلبية الحكومية بالطبيعة الحال الأغلبية هي أغلبية واحدة ولكن المعارضة هي معارضات لأنه يمكن أن يكون معارضات بخلفيات مختلفة تاليفة بحل الفريق الشراكي وخلفيات أخرى يمينية أو محافظة هذا يمكن أن يكون عندنا معارضة واحدة لا يمكن فهي معارضات ولكن هذا لا يمكن أن تنصيق في العديد من التعديلات والتراحات والممارسة اليومية دعني أنتقل أستاذ عبدالقادر بما تفضلت به من ربما النقاط تهمكم أنتم كمعارضة أستاذ عبدالقادر المعارضة تتهم الاتلاف ربما تقول أن الحكومة لا تتجاوب معها غيب أعضاء الحكومة في الجلسات المخصصة للأسئلة لا عدم الإجابة على الكثير من الأسئلة الكتابية وتعطيل الاجتماعات والتصرح حتى في مناقشة بعض القوانين كيف تردون الممارسة الديمقراطية تنبني على أغلبية ومعارضة وبالتالي اليوم الحكومة هي قوية بأغلبيةها المنسجمة نتمنى أن تكون كذلك معارضة قوية ومنسجمة نحن لسنا مسؤولين عن الاختلافات الإديولوجية لمكونات المعارضة لأنه هذه صنادق الاقتراع لكن لا يمكن أن نتحدث عن هيمنة الأقلية أو ديكتاتورية الأقليات فعلا الدستور أعطى مكانة خاصة لمعارضة بتمكنها من رئاسة لجنة العدل والتشريع وكذلك مجموعة من الآليات المصطرية لكن هناك مصطرى تم احترامها في كل المبادرات التي تشريعية من خلال احترام الجدولة الزمنية وكذلك المصطرى للتشريع الغريب هو أن هناك مجموعة من التعديلات تقدمت بها فرق المعارضة وتجاوبت الحكومة مع هذه التعديلات في هذه المبادرات مع بعض التعديلات ولكن هناك أغلبية وهناك أقلية فبالتالي الأغلبية لها توجه ولها برنامج ولها التزام مع الشعب من خلال هذا البرنامج الحكومي من أجل تطبيقه وبالتالي لدينا أجندة تشريعية ولابد أن نعمل على استثمار زمن تشريعي من أجل إخراج مجموعة من المشاريع التي تنزيل برنامج الحكومة عملياً لا يمكن أن نتحدث عن تعطيل المؤسسات ندوة الرؤساء سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين تجتمعوا بانتظام وهي فاضة لكل الفرق والمجموعات النيابية والبرلمانية لتخديم مقترحاتها لذلك الحياة السياسية تتعرف دورات الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتحية السعب قادر طهر وكل المناظرين للاتحاد الاشتراكي خبروا العمل الحكومي ومارسوا الحكومة والعمل داخل الحكومة لذلك فعليهم أن يتفهموا إكرهات الحكومة الإكرهات التي لدى هذه الحكومة هي أنها تريد أن تخرج مجموعة من القوانين في شكل يتجاوب مع برنامج الحكومة والإرادة للشعب المغربي إذا أردنا الحياة عن ما يخص المواطن المغربي صحيح أن داخل الحكومة تم إقرار قوانين خاصة بقطاع الصحة وهذا مكسب للمغاربة ويحسب أيضا للبرلمان المغربي ولكن ماذا عن تعديل مدونة الأسرة أستاذ عبدالقدر لم تجد صدف البرلمان أيضا تعديل القانون الجنائي الذي قال السيد وهبي أنه تم عرضه أو أيعادته للأمان العامة أكثر من 49 مرة لماذا كل هذا التأخير حتى الآن في بعض المواضيع المهمة التي تخص المغاربة؟ هذا كان موضوع حكومة عفوا هذا سؤال للأستاذ عبدالقدر الكحل وبعد ذلك سأعود لليك سأعود إلى الأستاذ عبدالقدر تهر تفضل أستاذ عبدالقدر الكحل إذن شكرا إذن تشابه الأسماء سأدير بك عمليات تنظيم البرنامج إذن قلت مجموعة من القوانين هي ليست قوانين عادية تحتاج إلى حوار تحتاج إلى إنصاد إلى نبض المجتمع لذلك سأعود للطيف وبه تحدث أن هناك عزم أساسي لدى الحكومة على تقديم التعديلات حول مجموعة القانون الجنائي لكن هذه المجموعة هذا القانون يحتاج كذلك إلى نقاش وإلى نقاش عميق سواء داخل مكونات الحكومة سواء في الإطار تقنيم في علاقة مكونات الحكومة مع الأمانة العامة للحكومة وبالتالي قريبا أي الضورة المقبلة إن شاء الله ستكون فرصة لمناقش القوي نفس الشيء في ما يتعلق بمدونة الأسرة لأنه كان هناك توجه لدى صاحب جلال افتتاح الدورة الشريعية للسنة الشريعية لأنه هذا موضوع الذي يجب أن يكون الاهتمام لكل فرقاء ولا ليس بموضوع أقلية وأغلبية أو معارضة هذا موضوع يحتاج إلى إجماع وطني وإلى رؤى وطنية وبالتالي ما الشيء قوانين ديال الحسابات الرقمية بل قوانين تهم اليوم ديال المجتمع والأسرة المغربية والمجتمع المغربي ثم السياسة ديال العقاب والسياسة ديال الجريم إذن كل هذه القضايا تحتاج إلى نقاش عامق تنتمنى إن شاء الله الدورة المقبلة تكون فرصة لتقديم هذه القوانين بنفس حقوقي يتجاوب مع مستطلبات كل قوى ديمقراطية داخل المغرب أستاذ عبدالقادر التهر هل مساهمة كل الفرق البرلمانية سواء كان من الأغلبية أو المعارضة في نقل النقاش العمومي داخل المجتمع المغربي لقبة البرلمان هل حدث ذلك هل عكس هذا دينامية داخل البرلمان نقل النقاش العمومي لأن المغرب كباقي الدول عرفة غلاء الأسعار مثلا وهناك حديث في الشارع المغربي هل تم نقل هذه الإشكاليات إلى قبة البرلمان أم ربما هناك تقاع سوى البرلمان المغربي فيما يخص هذه النقطة ولسيما حضرتك تحدثت عن غياب البرلماني داخل البرلمان نعم نحن في الفريق الشراكي المعارضة الاتحادية حريصنا بس نقلو جميع الأموم دي المواطنين والمواطنات إلى قبة البرلمان وفعلا نتعامل بدورنا العقابي وتقييم سياسة العمومية عبر طرح العديد من الأسئلة وطلبات دي اللي جان دائمة لمساءلات المسؤولين حول هذه المواضيع التي تنهق الكاهد للمواطن المغربي وخاصة غلاء الأسعار وتدخم لمع الأسف الحكومة لم تستجب يعني خلال دراسة القانون المالية في 2023 لم تستجب للعديد من التعديلات التي كانت تصب كلها يعني في تطوير الحياة الاجتماعية وتقوية القدرة الشرائية دي المواطنين مع الأسف الحكومة يعني مشات يعني بتوجه ديال النيميرالي مشات للحفاظ على التوازنات المالية أو المكرو المالية يعني ضد التوازنات الشماعية وتقوية القدرة الشرائية ومحاربة التضخم وهذا شيء ما كان فهموش لأنه رغم رجوع دي الأسعار الدولية أو دي الأسعار دي المواطنين الأساسية والنفطية على المستوى العالمي هذا شيء يعني على الأسعار داخل السوق الوطني لم يكن لديه نعكال وهذا شيء راجع أن الحكومة يعني لم يجد حلول لاختلالات السوق الوطني في محاربة الريع والاحتكار والتضارب الأسعار وحمايتها أو لفت تنزيلها لقانون حماية المستهليك وحذية الأسعار وكذلك كما عندها أحد المدارة السماعية لحماية المستهليك طيب أستاذ عبدالقادر الكيحل يعني يحسب أيضا على مستوى العلاقات الدولية للبرلمان المغربي أنه اتخذ موقفا من البرلمان الأوروبي بسبب تطاول بعد أعضاء البرلمان الأوروبي على المملكة المغربية وهذا موقف يحسب للبرلمان المغربي ولكن هل بهذا تكون العلاقات انقطعت مع البرلمان الأوروبي أم ربما ستعود هذه العلاقات ولكن بشروط أهمها الاحترام المتبادل عمليا البرلمان المغربي في علاقته بالبرلمان الأوروبي يعني العلاقة ديالشريك متقديم تقتضي الندية وتقتضي الاحترام المتبادل إذن المغرب هو قرر في علاقاته الدولية أن تكون العلاقات بالمثل هذا هو ما استره البرلمان المغربي في علاقاته ذاخل مع البرلمان الأوروبي ولكن المغرب عنده علاقات ممتدة الأولا اليوم تنترأس برلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنترأس رئيس مجلس المستشارين وهو فضاء التبادل الخبرات والعلاقات البرلمانية المغرب اليوم عنده حضور في أمريكا اللاتينية والكارايبي ومن خلال مجموعة من الأنشطة وافتتاح المكتبة مكتبة محمد السادس التي شرف عليها السيد رئيس مجلس المستشارين وإضافة العلاقات متعددة التي نعكس على الدبلوماسية المغربية واليوم تنعيش أنه العديد من الدول تعترف بمغربية الصحراء وتفتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية وهذا نتاج لتضافر الدبلوماسية الرسمية الحكومية مع الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية السياسية الدبلوماسية المدنية أدت نتائج أساسية والبرلمان دائما هو في قلب الدبلوماسية البرلمانية من خلال حضور متميز كذلك هذه الأمور لتخلي الحصيلة هذه الدورة حصيلة إيجابية سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين حضور قوي لكل فرق سواء في المعارضة أو الأغلبية في العديد من المنتدايات والجمعيات البرلمانية على المستوى الدولي وبشكلين مكتب شيء الذي نعكس على مكانة المغرب في هذه المنتدايات وبالتالي فالبرلمان الأوروبي إلى احترم دوابع تدي العلاقة الرابطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي فالمغرب لا تقتع العلاقات إلا إلى مكان الاحترام ومكان الندية ومكان تقدير المواقف والمغرب قرر لأنه علاقته بجموعة من المنتدايات ومجموعة من الدول يجب أن تبنى على الوضوح والسلامة في المواقف ولا بدمن أنفسنا على ديبلوماسيتنا والنتائج الإيجابية التي حصلها المغرب في مرحلة بعد مرحلة فيما يتعلق بقضيته الوطنية وهي قضية الوحدة الترابية أستاذ عبدالقادر التهر كيف تقيمون ربما المواقف التي يتخذها البرلمان المغربي ضد ربما لن نقول ضد ولكن على خلف بعض القرارات التي تصدر عن البرلمانات الأوروبية ولسيما بعض الدول التي يزعجها أن تعترف بعض الدول الأوروبية بمغربية الصحراء هنا في هذا الإطار لا يمكن إلا نقتل هذه الفرنسة لكي نعبر على الإشادة بصركم الإيجابي التي تحق بلدنا وهنا بين القصين البرلمانية لما مواجهة الخارج هنا برلمان واحد لم يكن أغلب المعارضة هنا كانت تعمل في الإطار الإيجابي لكي أحق ما يشبو إليه المغرب هنا الحال يقولنا لا بد أن نقتل مع الفرصة لكي نشيد بهذه الدينامية الدولية التي ترفعها القضية الوطنية والعدالة القضية للوحدة الترابية المغربية وهذا من كله إلا يتير نوع اليوم المغرب كقوة صاعدة وكتراكم ديمقراطي لبناء هذه سنين موقع هذه الدولة التي ترى خاصة الأوروبية ترى في مستوى أقل اليوم كانت تعمل ند لند في حماية واضحة المصالح المغرب المغرب أولا ولا مشكلة في القضايا الخلافية الوطنية في البرلمان ولكن طبعا وحدة التراب المغربي أولا شكرا جزيلا لك من تانجل سيد عبدالقادر التهرى النايب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية ومن الرباط ضيفنا أيضا لك كل الشكر سيد عبدالقادر الكحل عضو مجلس المستشارين عن حزب الاستقلال شكرا لكم حيثتنا المغاربية متوصلة معكم وفي بعد الفاصل مداخلة لنائب معارض انتظر جدلا في موريتانيا وتحرك رسمي لرفع الحصانة عنه اشتركوا في القناة